أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على توفير الدعم الكامل المؤسسة العسكرية والأمنية مستذكراً خلال حضوره فعاليات التمرين التعموي وثبت الأسود لجهاز مكافحة الإرهاب تضحيات الأبطال التي هزمت أخطر مشروع إرهابي بالمنطقة وعبر الكاظمي عن الفخر والاعتزاز بتدريبات وانجازات أبطال مكافحة الإرهاب في الصحارة والجبال والوديانة وهم يدكون رؤوس العدو في المعارك اليومية كافة مجدداً الالتزام بتوفير كل الدعم للمؤسسة العسكرية والأمنية وفي ملف آخر قرر الكاظمي إعادة العمل بالنظام المديل بشكل تجريبي للفرقة الخامسة والفرقة العشرين بشكل مبدئي بكافة ألويتها وأفواجها على أن يتم اعتماده رسمياً في شهر أيلول المقبل حال أثبت النجاح